مرحلة عصيبة يتجه إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل تواصل حالة الغضب في الشارع الفلسطيني رفضاً للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني عباس يعلن أنه لن يقبل أي خطة سلام تقترحها واشنطن وصعد من لهجته كردة فعل تجاه القرار الأمريكي ليعلن رفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي أرجئت زيارته إلى منتصف كانون الثاني المقبل عباس الذي أرسل مبعوثين إلى روسيا فيما يبدو أنه يبحث عن دعم بديل عن الولايات المتحدة في المقابل يدرك الاحتلال الصهيوني أنه لن ينال دعماً كالذي تغدقه عليه واشنطن ما يعني أن قابول وسيط غير واشنطن مرفوض من الطرف الصهيوني رئيس المكتب السياسي لحركة حمس إسماعيل هنية قال إن حركته تمتلك معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة حول القدس والقضية الفلسطينية منها الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات الصهيونية إلى القدس وإلغاء حق العودة معلومات تزيد العبء السياسي على عباس الذي أصبح ملزماً باتخاذ قرار مصيري يتفق مع مستوى الحالة التي يعيشها الشارع الفلسطيني حالياً وكشف استطلاع حديث نشره المركز الفلسطيني للإعلام أن 70% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس في وقت يرى باحثون أنه يحاول تعزيز الموقف الدولي الرافض للموقف الأمريكي وقد يرفض أي مفاوضات في ظل عدم وجود وسيط حيادي تحديات عديدة تفرض نفسها أمام عباس أبرزها التوسع الاستيطاني الصهيوني المتواصل على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ما يقوض حلم الدولة الفلسطينية المحتملة فإلى أي اتجاه يسير عباس في وقت يفرض عليه أن يحسم خياره وقراره فإما الاستفاف إلى جانب الموقف الشعبي أو البقاء في نقطة رمادية تجعل دوره عباثيا لا قيمة له كما يرى فلسطينيون